السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بذا فرست خليك الاول معكم مستر هيسم التوركي مدرس العلوم هنحلم مع بعض دلوقتي امتحان علوم محافظة باني سويف الترمي التاني 2022 السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين تتغير قيمة مقاومة موصل كهربي في دائرة كهربية عند تغير طبعا هنختار ابعاد الموصل تظهر الصفة المتنحية على احد ابناء ايزا ورثة من الابوين طبعا جينين متنحيين في المولدات الكهربية تتحول الطاقة هتبقى الحركية الى طاقة كهربية طبعا للقانون الاول لمندل فان العوامل الوراثية طبعا تنعزل رقم به بيقول لي ادرس الشكلين المقابلين ثم اجب عن الاسئلة التالية العامل المؤثر على سرعة هذا التفاعل هو تركيز الحمل لا طبعا العامل المؤثر على سرعة هذا التفاعل اللي هي طبيعة المتفاعلات او مساحة السطح المعرض للتفاعل طبعا يو بيقول لي العبارة صحيحة ام خاطئة هقول له خطأ اكمل معادلة التفاعل ف اي زائد تو اتش سي ايل ساهم عليه ضايل هيدينا ف اي سي ايل اتو زائد اتش تو يا تساعد ثانيا بيقول لي من خلال دراستك لدرس الهيرمونات ما اسم الهيرمون الذي يفرزه البنكرياس عند زيادة مستوى السكر في الدم طبعا بيفرز هيرمون الانسورين ما الخلال الهيرموني اللي هو المرض الذي ينجم عن عدم القدرة على افراز هذا الهيرمون هيبقى البول السكري من الشكل التالي اسكر قيمة القوة الدافعة القهربية للبطارية طبعا عندي عمودين متوصلين كل واحد فيهم بواحد ونص يبقى كده هناخد واحد ونص وحدة مع التلاتة فولت اللي جنبها يبقى تطلع أربعة ونص فولت بعد كده بيقول لي قاعد رسم البطارية بحيث تعطي قوة دافعة القهربية بتساوي ستة فولت هنرسم الثلاثة عميدة اللي عندنا دول توالي يعني الواحد ونص جنبي واحد ونص جنبي الثلاثة فولت السؤال التاني اكمل عبارات التالية بما يناسبها العملية الكيميائية التي ينتج عنها فقد الكترون او اكثر تعرف به طبعا فقد يبقى دي كده عملية اكثر ده يفضل الطيار الناتج من المؤلد القهربية عن الطيار الناتج من ممكن نكتب الخلال كهركيميائية او ممكن نكتب الاعميدة الجافة والبطارية كل ده صحيح يطلق على المادة التي تقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل بالعامل الحفاظ من الاستخدامات الطاقة النووية في مجال الصناعة تحويل الرمال الى شرائح سيليكون اولا الرقم به بيقولي اولا الشكل يوضح انبوبتان الاولى بها كربونات سوديوم والثانية بها هيدروكسيد سوديوم ودي فإلى كل منهما حمد هيدروكوليك مخافي يعني الاولى كربونات سوديوم مع حمد الهيدروكوليك والتانية بيقولي ما اسم الغاز المتصاعد في الأنبوبة الاولى اللي هي في حالة كربونات سوديوم مع حمد الهيدروكوليك يبقى غاز المتصاعد ثاني اكسيد القربون ما نوع التفاعل الكيميائي في الأنبوبة الثانية اللي هي الهيدروكسيد السوديوم مع حمد الهيدروكوليك طبعا دا تفاعل إحلال مزدوج بين كوسين حمد مع قلو اللي هو تفاعل التعادل ثالثا او ثانيا الشكل المقابل يوضح عملية تلقيح ذاتي بين نباتي بازلاء احمر هاجين استبدل الارقام على الشكل بالرموز المناسبة لها طبعا رقم واحد يبقى ارقابة الارقابتل واخر واحدة خالص اللي هي رقم اتنين هتبقى ارسمول ارسمول بعد كده بيقول لي تحقق النتائج قانون التوزيع الحر للعوامل طبعا ده علامة صحة او خطة هتبقى غلط لان طبعا ده قانون انعزال العوامل اللي هو القانون الاول نشوف باقي الاسئلة اذا كان مقدار الشغل المبزول لنقل شحنة كهربية مقدارها تلاتة كولون بين نقطتين يساوي ستمائة وستين جول احسب فرق الجود بينهما طبعا هقول له جيم بتساوي شغل على كمية الكهرباء يعني ستمائة وستين على التلاتة تطلع ميتين وعشرين فولد السؤال التالت اكتب المفهوم العلمي غدة تفرز هيرمون يزهر الصفات الجنسية الثانوية الزكريه هتبقى الخصية هيرمون يفرز لتحفيز اعضاء الجسم الاستجابة لحالات الطهارة هيبقى الادرينالين كمية الكهربية المنطلقة ومتضفقة عبر مقطع من موصل في زمن قدر واحد ثانية تبقى شدة الطيار ارتفاع كمية الاشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة بنا هيبقى التلوث الاشعاع صوب ما تحتوي خط في العبارات التالية يعد العالم تاتم مؤسس علم الراسة هيبقى مندل يحمل الفرض النقي جين للصفة السائدة واخر لصفة متحنية هيبقى الهاجين تفعالات المركبات الايونية اسرع لانها تتفكك كلين عند زوابانها في الماء الى جزئات هتبقى الى ايونات عند اضافة محلول نطرات الفضة الى محلول كوريد السوديوم يتكون راسب احمر هيبقى راسب ابيض من الشكل الموضح اجب عم يلي اكتب معادلة تفعال طبعا وحطت هنا حوض به ماء وحطت قطعة صغيرة من السوديوم عايز نكتب المعادلة يبقى تو اني اي زائد تو اتش تو او سهب تو اني او اتش زائد اتش تو جنبه ساهمية تصعد زائد هيت اللي هي حرارة كيف يمكن تكشف عن الغاز المتصعد طبعا الغاز المتصعد اللي هو الهيدروجين يبقى هنكشف عنه بتقريب شازية مشتعلة فيزداد ايه فسوري فيشتعل بفرقعة يبقى بتقريب شازية مشتعلة فيشتعل بفرقعة ندخل على السؤال الرابع ده علامة صح او خطأ في نهاية التفاعل يكون تركيز المتفاعلات مية في المية خطأ الوحدة الدولية لقياس كمية الاشعاء الممتص هي القوم خطأ تفاعلات الاكسادة والاختزال تحدث كل منهما بصورة منفردة خطأ انتقال الشحنة القهربية من موصل الى اخر يتوقف على كمية الشحنة في كل منهما خطأ اجب حسب المطلوب يستخدم الفولتميتر في قياس طبعا هنكتب فرق الجهد او القوة الدفعة الكهربية يتركب كميائيا من حمد نوم مرتبط مع البروتين بيقول لي ده مفهوم عين ميد ده هتبقى الكروموسوم من الصفات المتنحية في الانسان الشعر المجعد بيقول لي صح وغلق خطأ طبعا صح سوري اتبقى غلط لان الشعر مجعد ده صفة سائدة يبقى رقم 3 خطأ رقم 4 تغير التركيب الكيميائي اللي هيموجلوبين الدم يجعله غير قادر على حمل النيتروجين الى جميع خلال جسم خطأ هيبقى الاكسوجين الشكل مقابل يوضح قانون تم دراسته ما اسم القانون طبعا قانون اوم اسكر نصه اولو تتناسب شدة الطيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة اتمنى ان انتو تكونوا وفقتوا في حل الامتحان كان معكم مستر هيسم التركي من قناة بيذا فرس تخليك الاول اشكو ان شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته